مهمة جدا وبالمناسبة كتير من الناس شافت ان امبارح كان رجل المباراة هو فيتسو موسيماني وبرضو بالمناسبة فيتسو موسيماني امبارح يعني خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة قال كان من المهم ان يحقق الاهلي الفوز امام بيرامدز خاصة انه الفريق الوحيد الذي لم احقق الفوز عليه منذ ان توليت مهمة قيادة الفريق واتكلم عن المتشاط اللي قبل كده المباراة السابقة التي جمعت الفريقين كان الاهلي يتسيد فيها مجريات الامور ولكن يعود بيرامدز من جديد وقال ان الاهلي لعب بزكاء كبير خلال هذه المباراة والجهاز الفني غير طريقة اللعبة اكتر من مرة وان لعبت النادي الاهلي دايما عندهم دوافع وحالة كده من التركيز من اجل استعادة بطولة الدوري الممتاز طبعا ده لقب المحبب لدى جماهير النادي الاهلي في كل مكان واشار الى ان الفريق بتنتظر مواجهات مهمة جدا وهذا هو قدر النادي الاهلي الذي يشارك وينافس على لقب كل بطولة يشارك بها خلينا بقى نروح برضو لبعض التصريحات المختلفة